المترجم للقناة المجموعة ودايما هو ده اللي الأهلي بنستنى منه يكون البطل يكون بيلعب على المركز الأول فوز كبير جدا بنتيجة كبيرة جدا وأجيد طبعا كل مكسب بيكون في مكاسب أخرى عديدة غير الفوز بالثلاث نقاط بنستفيد منها أو نادي الأهلي بيستفيد منها بشكل كبير جدا طبعا كلنا عارفين طبعا شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل هي دايما بتظهر وقت الشدائد ووقت من نادي الأهلي يكون عايز يكسب دايما النادي الأهلي لما بيكون في ضغطة أو بيكون في مباراة مصيرية زي اللي حضراتكم تابعتوها النهاردة شخصية البطل بتكون موجودة ما فيش شك طبعا أن الفوز على بطل الجزائر بنتيجة كبيرة جدا بتبين قد إيه استحضار شخصية النادي الأهلي طبعا شخصية النادي الأهلي موجودة على أرض عارف أن الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا وبالتالي بنتمنى وكلنا طبعا يعني عندنا ثقة جبيرة جدا في الجهاز الفندي اللي موجودين واللعيبة أن مع الوقت شخصية الأهلي جوه ملعبه تبقى كمان بره ملعبه أنا عارف طبعا أن النادي الأهلي الأداء اللي بيقديه جوه ملعبه أداء بيكون رائعة أداء بيكون طبعا كل جمهور الأهلي بيثني عليه ويعني بيتمتع كرويا بالأهداف وبالأداء وبالجملات التكتكية اللي بنشوفها من خلال علي معلول ومروان نحسن وأجيه ونصر ماهر ورمضان صبحي كل اللعيبة اللي موجودين أكيد بيمتعونا لكن شخصية الأهلي إن شاء الله تكون بره ملعبه زي جوه ملعبه لكن الفوز على بطل الجزائر أقوى فريق المفروض أنه هو في الجزائر بنتيجة كبيرة في بطولة كبيرة زي دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأقوى في أفريقيا أعتقد ده بيبين قد إيه شخصية النادي الأهلي وقوتها في الوقت اللي كمان نادي الأهلي ولعبته بيحسوا أن هم محتاجين شخصية النادي ألاهلي طبعا من المكاسب العديدة اللي أيضا اللي الأهلي كسبها النهاردة بعد الفوز الكبير لو هنتكلم على الأرض والمكسب على أرضية ملعب بورج العرب وإن الأرضية زي ما حضراتكم شفتوا أرضية سيئة أرضية ليست بحالة جيدة وبالتالي الفوز بأداء ونتيجة كبيرة أعتقد ده من أهم الإيجابيات اللي موجودة علشان ده يعود الأهلي في الفترات اللي جاية وفي المراحل المقبلة على أنه خلاص الأهلي بقى عنده طريق لعب الأهلي بقى عنده أن طبعا الملعب أو أرضية بورج العرب طبعا هي سيئة بسبب ضغط المباريات مش سيئة بسبب إهمال لا هي سيئة بسبب ضغط المباريات الكثيف بما أن الملعب طبعا مستبعد من بطول الدوري أو مستبعد من كاسر الأمم الأفريقية أسف وبالتالي بنتكلم على أرضية ملعب بورج العرب اللي راح بورج العرب وشايف الأرض أو اللعيبة لما تيجي تتكلم على الأرض هنلاقي إن في صعوبة في نقل الكرة على الأرض إن أنت تتنق الكرة والتانية والتالتة وربعة الملعب هيكون في بعض المطبات اللي ممكن تعوق حركة الكرة وبالتالي الفوز بنتيجة وبأداء وهراجع تاني ونحط مئة ألف خط تحت كلمة أداء ونتيجة على ملعب في الظروف اللي بقول لحضراتكم عليها دي أعتقد إن ده مكسب كبير جدا أما الجزء التاني الخاص بالجهاز الطبي اللي بنتكلم عليه اللي عام المجهود رهيب في الفترة الأخير المجهود اللي بنتكلم عليه هي إن طبعا المجهود البدني للعابة النادي على الأهلي أكيد واضح إنه هو في زيادة وإن الأداء البدني في تطور مستمر لعابة الأهلي بسم الله ما شاء الله بدأت إن هي ترجع للمعدلات الطبيعية أو المعدل البدني الطبيعي من خلال المباريات وشفنا ده في مباراة النهاردة والمباراة اللي قبل كده سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا أما الجانب الطبي زي تجهيز محمد الشناوي في أقل من أسبوع وإحنا قولنا هنا في قناة الأهلي إن الشناوي جاهز بدنياً وطبياً بنسبة 100% مباراة شبيبة الثورة أكدنا عليه أكتر من مرة وبالتالي الجهاز الطبي شغال كويس جداً وزي ما إحنا تكلمنا في الفترات اللي قبل كده أو جمهور الأهلي تكلم على الجهاز الطبي في دور معين إحنا لازم نشيد بالجهاز الطبي كويس جداً 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 علشان ليه دور مهم سواء الدكتور أو سواء أخصائل تأهيل أو طبعاً المسؤول عن اللجنة أو اللجنة الطبية بشكل عام طبعاً وكمان هنتكلم على الجزء البدني طبعاً زي الخندرو وزي حسين عبدالدايم اللي أكيد عاملين شغل كبير جداً مع لعيبة النادي الأهلي في الحتة البدنية الحتة طبعاً الأخيرة اللي هنتكلم فيها تطوير أدايا اللاعبين مسئولية المدير الفني هو مش فقط الفوز بنتيجة مباراة كبيرة لا هو كمان مسئول عن تطور اللاعبين شوفنا من خلال وجود مستر مارتن لاسارتي في الفترة الأخيرة تطور لأداء اللاعبين بشكل ملحوظ وبشكل كبير وأكيد كلنا شوفنا الفارق ما بين كريم ندفت وعمر السلية شوفنا مروان محسن ومحمد هاني قبل كده وحاليين مع مستر مارتن لاسارتي لا فيه فارق كبير جداً في المستوى وتطور رهيب جداً جداً فيه مستوى اللعيبة الأربعة اللي قلت حضراتكم عليه طبعاً سعد سمير بيحاول أن هو يرجع لمستوى اللي احنا عارفينه لكن طبعاً بيحاول ودي من سمات لعيبة النادي الأهلي أن هما يكون عندهم رغبة في الرجوع إلى المستوى المعهود لكن تطور المستوى ده بيدول أن انت عندك خامة طيبة عندك لعيبة من أحسن اللعيبة اللي موجودين في مصر لكن كانوا محتاجين بعض التوظيفات جوه الملعب وأيضاً بعض الثقة وده اللي اداها مستوى مارتين لصارتي اللي لعبته في الفترة اللي تولى فيها المسؤولية الفنية طبعاً رمضان صبحي لعب دور تكتيكي كبير جداً في المباراة نعرف أن رمضان طبعاً لعب كبير ولعب بدري في الفريق الأول وبالتالي زي ما بنقول عليه رجل اتولد كبير واللي اتولد كبير دايماً بيفضل كبير موجود على الساحة سواء في النادي الأهلي أو في الدولة الإنجليزية لكن بنتمنى الفترة اللي جاء أن رمضان صبحي إن شاء الله يكون في تزايد من تطور المستوى علشان رمضان صبحي كجمهور الأهلي وإحنا كلنا مستنيين منه كتير جداً 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 هو واحد من أبناء النادي الأهلي وواحد هو يعني من قليلين عارفين يعني إيه قيمة تيشرت الحمرة أو تيشرت النادي الأهلي وبالتالي رمضان صبحي بنشكره أيضاً على الأداء ولكن بيستنيين منه من شاء الله تتطور في المستوى وكمان كتير جداً من خلال وجوده مع النادي الأهلي في الفوز ببطولة الدوري العام وأيضاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا فيه شك طبعاً أن علي معلول يعني هو نجم المباراة أكيد كل الجمهور الأهلاوي استمتع بأداء علي معلول من الجمل اللي عملها الوانتهات مع مروان محسن واضح أن مروان وعلي معلول الفترة الأخيرة فيه دهتهات في التبرين كتير قوي ويجمل بيعتمد عليها المدير الفني علشان يحفظها علشان هي دي اللي هيكون مفاتيح اللعب الفترة اللي جاي مرام محسن باسم الله ما شاء الله فايق جداً جداً علي معلول فايق جداً فيه توفيق كبير جداً في كورساته في عرضياته في تصوباته واحد على واحد بيعدي كرب العرض ييعدي كل الكلام ده كله في الباكليفت أو الباكرايت هي دي من مفاتيح لعب الباكيم علشان أي باكليفت وأي باكرايت ينجح لازم يكون مماز جداً في العرضيات في الواحد على واحد في أي تمريرة بيمرارها سواء بينية سواء عرضية سواء طولية لازم يكون عنده توفيق كبير جداً فواضح بسم الله من شاء الله إن علي معلول ومرام محسن اللي اتنين فيه تفاهم كبير جداً ما بينهم واضح كمان إن هم عندهم كيميا بدأت إن هي تكون ما بينهم في الفترة الأخيرة وده طبعاً بيطمنك أهلوان إحنا نرجع تاني للثنيات اللي كنا دايماً بنشوفها على مدار تاريخ النادي الأهلي ما بين طبعاً الباكات الباكليفت أو الباكرايت وكمان روس الحربة اللي بيبقوا موجودين ودايماً إحنا عندنا بفضل الله أفضل ظهراء جنب على مر التاريخ وأيضاً أفضل روس حربة على مر التاريخ لكن نفيش شك طبعاً إن حسين الشحات وهدفه بالنسبة لنا كهلوية رجوع حسين الشحات أو حسين الشحات نفسه بالنسبة لنا إن هو يرجع والفرحة اللي حضراتكم شفتوها والتعلق في الفترة الأخيرة اللي كان موجود فيها في المباراة ده أهم من الهدف نفسه الهدف أكيد مهمه بيزود من رصيد هدف النادي الأهلي في المباراة لكن حسين الشحات بالنسبة لنا إن هو رجع وشارك وأحرص ده بالنسبة لنا هو الهدف الأهم وده الهدف الأسمى وده اللي احنا دايماً بندور عليه نحن بنبص على المصلحة العامة مش بنبص على المصلحة الخاصة مش بنبص على اللعيب بعينه بنبص دايماً على مصلحة الفريق كل حسين الشحات واحد من ضمن منظومة كبيرة جداً هتكون سبب إن شاء الله في فوز النية دي الأهلي في بطولة أفريقيا وأيضاً في بطولة الدوري العام فوجود حسين الشحات في الوقت ده تحديداً في آخر مباراة قبل مباراة دور التمانية اللي أكون قوية جداً وقبل اللقاءات اللي جاية في بطولة الدوري أعتقد شيء مهم جداً عندنا توقف هيكون موجود لحد نهاية الشهر أعتقد أنه هو كفاية جداً بالنسبة للميستر مارتن لسارتي اللي محتاج يطورها في الفترة اللي جاية اللعيبة رايحة المنتخب عندهم مهمتين لقاء النيجر ولقاء نيجيريا نتمنى لهم التوفيق وأنهم يرجعون لنا بألف سلامة وبدون أي إصابات باللعيبة اللي موجودة هنا إن شاء الله بالشغل اللي ميستر مارتن لسارتي هيعمله أكيد طبعاً إن شاء الله هيكون في فارق كمان فيه أجازة لمدة 3 أيام أعتقد أن اللعيبة كانت محتاجة الأجازة دي من فترة طويلة جداً طبعاً بتكلم على اللعيبة المحلية اللي مش هكون موجودة مع منتخب مصر واللي ما حرفاش التوفيق نهاية تكون موجود واللي أنا إن شاء الله أتمنى إن هي تكون موجودة في الفترة اللي جاية أخيراً وليس أخيراً طبعاً الجمهور جمهور النادي الأهلي دا لو تكلمنا عليه حلقات عمرنا ما هنقدر نديله حقه واحد من أمتع العوامل اللي بنشوفها دايماً في مباريات كرة القدم جمهور النادي الأهلي النهاردة ما كانش رايح المباراة علشان خاطر يتفرج على المطش جمهور النادي مش رايح يتفرج على الفوز ودي نقطة مهمة جداً جمهور النادي كان رايح يقود لعيبة النادي الأهلي إلى الفوز وفيه فرق كبير جداً ما بين القيادة إلى المكسب ومشاهدة المكسب إن أنا رايح أتفرج دي حاجة عادية جداً رايح أتفرج على الفرقة رايح أتفرج على أداء كويس أسقف أهيص يعني لعيب بعمل طرئيسة حلوة أقول له يا ولد يا لعيب كلام ده كله عارفينه لكن لما نروح قبل المباراة بتلت أربع ساعات السعة الرسمية أو السعة اللي سمحت بيها الجهات الأمنية الخمستاشر ألف إن هم يكونوا ممتلئين عن آخرهم من قبل المطش بتلت وأربع ساعات ونشوف من أول دقيقة لحد آخر دقيقة تشجيع بدون توقف بعد الهدف الأول والتاني والتالت ده يدل على إن جمهور الأهلي تاني بقولها هو مش رايح يتفرج على المباراة جمهور الأهلي رايح يقود النادي الأهلي ولعبته إلى المكسب جمهور الأهلي عارف إن الأهلي كان في مباراة صعبة أمام بطل الجزائر في آخر جولة في بطول الدولي الأبطال بالمناسبة مباراة فيتا كلوب بالأخيرة للأهلي خسرها الأهلي لو كانت عادل كان برضو يحتاج أن هو يكسب ده طبيعي جدا الأهلي مش بيلعب غير على الفوز فعايز أقول لحضراتكم إن لو كان حتى الأهلي تعادل في مباراة فيتا كلوب أو الأهلي كسب مش أقول تعادل هقول كسب الجمهور كان هيبه برضو موجود علشان خطر هو ده مكان النادي الأهلي يبقى موجود في المركز الأول وفي الصدارة وفي أقوى بطولة قرية على سعيد الأندية يكون موجود الجمهور 15 ألف ولو كان 50 ألف كنت هتلاقيه ولو 100 ألف كنت هتلاقيه ما تفرقش معانا لمباراة مجموعات ولا مباراة في الدور التمهيدي ولا مباراة طبعا في الأدوار النهائية كل الأدوار مهمة عند جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد وأكيد كلنا عارفين قيمة الجمهور اللي بيبقى موجود في ظهرنا دي بيشجعه فقط لا غير ما بيركزش في حاجة غير التشجيع فبنشكر كل جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود وبنشكر كل الجمهور النادي الأهلي نعرف إن كل الجمهور كان نفسه يحضر نهاردة المباراة لكن ظروف 15 ألف متفرج وظروف أيضا إن التذاكر خلصت بسرعة ده حرم كتير جدا إن ناس تكون موجودة في الملعب النهاردة فالجمهور هو اللاعب رقم واحد وهو ده اللي إحنا إن شاء الله يعني نتمنى إن ده يكون الطبيعي لجمهور النادي الأهلي في اللخاءات الدوري ودوري أبطال أفريقيا أنا عارف إن في الشدة الجمهور هيكون واقف في ظهري ما فيه شك فطبعا بشكرهم شكرا جزيلا على وجودهم ودايما زي ما احنا بمتقول جمهور الأهلي هو اللاعب رقم واحد هنروح مع حضرتكم في جولة في مواقع الإخبارية هنشوف رصد التفوز الأهلي إزاي وبعدها هنستقبل ضيف الفقرة الأولى الكابتن محمود صالح رئيس لجنة اكتشاف المواهب ونجم النادي الأهلي طبعا الفقرة التانية هتكون أيضا مع نجم النادي الأهلي الكابتن خالد العوضي وفقرة الألعاب الأخرى هناخد أول خبر موجود معنا من الأهرام ونشوف الأهرام كاتب إيه الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في صدارة المجموعة الرابعة بثلاثية في مرمى شبيبة الثورة هنروح للأخبار فيديو الأهلي أو الأهلي يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية بثلاثية في الثورة نروح من البوابة الأهلي يقصوا على الثورة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال الخبر رابطة الأبطال الأفريقية إقصاء شبيبة الثورة طبعاً إحنا الخبر طبعاً الجزائرية وبالتالي أكيد إحنا كنا نتمنى توفيق والصعود معاً مصر والجزائر لكن هو ده حال كرة القدم إن دايماً مش هيكون فيه يعني توفيق لكل الفرق في نفس البطولة نروح لجريدة الشروع الأهلي يسحق شبيبة الثورة بثلاثية ويتأهل متصدراً لمجموعته الأفريقية نروح لجريدة الشعب الجزائرية إقصاء نادي شبيبة الثورة من منافسة رابطة أبطال أفريقيا طبعاً في الجزائر يسمينها رابطة أبطال أفريقيا نروح للمصر اليوم الأهلي يفوز على شبيبة الثورة بثلاثية نظيفة ويتأهل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رسمياً شبيبة الثورة تودع دوري الأبطال بمرارة كبيرة من جريدة النهار الجزائرية الهداف الجزائرية الجريدة الأشهر فيها الجزائر طبعاً من بطول الدوري أبطال أفريقيا الأهلي ثلاثة وشبيبة الثورة صفر وبالتالي إقصاء شبيبة الثورة الوطن وسط تألق معلول ومروان الأهلي يتأهل لربع النهائي وشبيبة الثورة يودع البطولة اليوم السابع الأهلي يسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا في الجول مزيكة الأهلي تأذف المالد الأحمر يضرب الثورة بثلاثية ويتأهل متصدراً في أفريقيا فيتو الأهلي يتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية بثلاثية في مرمى شبيبة الثورة موقع نادي الأهلي الأهلي يفوز على الشبيبة بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا يلا قورة الأهلي يقيم حفل التأهل على حساب الثورة ويطيح به خارج الأبطال دي كانت جولة سريعة في المواقع والصحف المصرية والجزائرية علشان نتابع إزاي تابعوا فوز النادي الأهلي بثلاثية والصعود لدور الثمانية وفوزوا على بطل الجزائر بثلاثية نظيفة هنروح لفاصل وبعدها نرجع نستقبل نجم النادي الأهلي الكابتن محمود صالح موسيقى